اشتركوا في القناة 23-11 القمر ما زال موجود في منزلة المؤخر وهي للربح والعلاج والإتلاف والتفريق والضرر ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة 22-29 دقيقة عصرا لا ينتقل بعدها إلى منزلة الرشا وهي للعلاج والربح والسلامة والصلاح 24-11 القمر موجود في برج الحوت طول اليوم طبعا تأثير القمر لما يكون موجود بالحوت على جميع الأبراج في هذه الفترة بتلعب النحية الروحية دور بارز في حياتنا نشعر بالضياع وما مننجح بالتركيز على موضوع معين 25-11 نتدمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ القرار الحاسم 26-11 قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزو جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين 27-11 قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي 27-11 في هذه الفترة نقع في حبائل الغرام ووسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل كالشعر يعني فعل إشي فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى شراء الزهور اقتناء آل التصوير 28-11 أما بالنسبة للزوايا الفلكية اللي رح تتشكل خلال هذا اليوم عنا زاويتين فلكيات ويعني وحدة إيجابية وحدة سلبية 28-11 الأولى رح تكون تثليث بين يعني تثليث إيجابية بين القمر وعطارد رح تكون في تمام الساعة 31 دقيقة فجرا 29-11 فمنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة 30-11 أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر ونبتن رح تكون في تمام الساعة 3.5 بعد العصر 30-11 تجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع 31-11 وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين 31-11 طبعا القمر بما أنه موجود بالحوت معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم 24-11 31-11 رح يبدأ في تمام الساعة 10.44 دقيقة ظهرا ورح يمكث فيه أو يستمر كله المسار لغاية ساعة 3.4 دقائق بعد العصر لا ينتقل بعدها القمر لبرج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار المربع يعني بلشنا ننتجه باتجاه المحدة بشوي العمر 8 أيام في تمام الساعة 11-11 ظهرا بيصبح تقريبا 9 أيام نسبة الإطاءة بتكون 62% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21-12 المزاج سعيد بنسبة 30% القمر في الدلو حتى يوم 22-11 المزاج سعيد بنسبة 14% عطارد في العقرب حتى يوم 1-12 المزاج سعيد بنسبة 15% الظهرا في العقرب حتى يوم 15-12 المزاج منتحس بنسبة 60% المريخ في الحمل حتى يوم 7-1 المزاج سعيد بنسبة 15% المشتري في الجدي حتى يوم 19-12 المزاج منتحس بنسبة 10% زحل في الجدي حتى يوم 17-12 المزاج سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1 مزاجه منتحس نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه ممتزج يعني متقلب من الإيجابية والنحوسة بلوتو في الجدي مزاجه سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية مرج الحمل بسيطر التعب عليكم دليوم الثاني على التوالي بسبب وجود القمر في بيت المتاعب في الحوت فهذه الفترة ضاغطة شوي ممكن تشعروا ببعض الأعراض الغير اعتيادية يجب أن يتوجه الشخص منك إن شعر بأي أعراض جانبية للفحص والعلاج خذوا قصد كافي من الراحة ممكن تحظى بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة وممكن تتجاوز مخاوف ما إلها أي أساس برج الثور طبعا اليوم بدك تكسبوا وتحاول تنجز كل الأشياء المهمة والضرورية لأنه ابتداء من بكرة القمر رح يصير موجود في بيت المتاعب فعشان هيك اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا في لقاء الأصدقاء منكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة علاقات الصداقة بتكون جيدة بسودها نوع من أنواع التقدير والثقة المتبادل ولكن بتشعروا ببعض الضغط النفسي أو بعض الاكتئاب بتسلل لكم اللحظة لأخرى أو تعطيل لبعض المسال يوم مناسب للي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل على طبيعة عمله بتعززوا العلاقة مع المسؤولين تحظى بشعبية وتكون كل أعمالك سهلة وميسرة وممكن تحقق نجاح شخصي ولكن بشرط ممنوع مخالفة القوانين ممنوع المجازفات ممنوع أي شيء ممكن يشوه سمعتك بالفترة هاي لأنه هذا بيت السمعة بيأثر عليك بشكل سلبي فحاول قدر الإمكان تحمي سمعتك من أي تصرف ممكن ينعكس عليك سلبا برج السرطان كونوا أكثر صبر ووعيئا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن تشعروا بقوة العاطفة عندكم أحلام بالسفر والقيام بمشاريع كبيرة اتصالات كل خارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد بتكون ظاهرة على الساحة أمور إلها علاقة بالامتحانات أو التواصل أو التقرب من الحبيب الفترة هاي ممتازة جدا ولصالحكم حاولوا تستغلوها في أي شيء العلاقة بالدراسة أو بالمراسلات أو تقرب من الأحبة برج الأسد تنشغلوا في إعادة تنظيم أموركم المالية من جهة ثم فرصة لمكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى ثم نفقات متصاعدة بزيد اهتمامك بالأشياء الغامضة والروحانيات والكتب الخيالية والغيبيات في منكم ممكن يسعى في أمور إلها علاقة إما بقرض أو بدين أو بسدادهم أو بأموال الشريك يعني إشيء له علاقة بالأمور هاي ولكن ممكن تظهر مصريف إما استشفائي أو أمور إلها علاقة بالأموال الطارئة تتركز جهودكم حول تعزيز شراكاتكم الأجواء مشجعة وخصوصا الشراكة ما بينكم بين شركاء المال أو شركاء العاطفة ولكن لا تنسوا أن القمر مقابلك تماما يعني بمعنى آخر بيعطيكم قدرة على الأمور اللي فيها الشراكة ولكن من جهة أخرى بضعف طاقتكم الفترة هاي مناسبة لإتمام خطبة أو زفاف أو توقيع عقد ولكن قدر الإمكان يقول لكم ديروا بالك على طاقتكم وعلى صحتكم من أي خلل وبرضو في نفس اللحظة امسك عصبيتك برج الميزان بيتراكم العمل عندكم بدك تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم نظموا وجباتكم الغذائية وخذوا قصد كافي من الراحة تجدوا سهولة في تطبيق أعمالكم الروتينية أو المنزلية وممكن يعني تتلقى مساعدة من بعض الأصدقاء أو زملائك بالعمل أو تقارب ما بينك وبين الزملاء أهم إيش إنك ما تهم الملفاتك ودقق بالتفاصيل بشكل جيد وخصوصا بالأمور العملية والأمور الصحية برج العقرب تجتازوا بصورة عامة فترة إيجابية تشعروا بقوة الحظ والعاطفة وأمور مالية ممتازة بوسعكم يعني تجربة الحظ في بعض الأمور هاي فترة حظ يعني نسبية وجيدة وعاطفية أيضا وبتتقوى علاقاتك العاطفية فيها بشكل مباشر وممكن تعرف هاي الفترة نوع من أنواع البهجة أو الرغبة بتغيير الجو أو حتى بالنزوات والترفيه قدرة الفكر عندك عالي جدا والابتكار والفن برج القوس بينصب اهتمامكم حول إدخال تعديل على مسكنكم أو الاهتمام بأمور البستنة أو الأمور البيتية أو الأمور العائلية بتجدوا تعاون من أفراد العائلة أو التقارب ما بينكم أو أمور عائلية بحتي بتكون على الساحة بتعرف حياتك العائلية هاي الفترة فترة من الراحة والبهجة وممكن تهتموا ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالمشتريات أو ترتيب وضع عائلي معين أو مصالحة معينة أو ممكن تقارب أو ممكن يعني نوع من أنواع الحيلة على الزوج برج الجدي بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ولكن بتكونوا أكثر صبراً أثناء قيادة السيارة داخل المدن أهم إشي أنك تركز على كل الأمور اللي إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات وعلاقتك مع الإخوي والجيران علاقاتك اليومية وتنقلاتك بتكون منتعة وبتستفيد من علاقتك مع المحيط ممكن تبرع أو تتقن إشي له علاقة إما بالإقناع أو بالتسويق أو بالمراسلات والمشتريات عبر النت اللي عنده امتحان أو مقابلة اليوم مميز جداً برج الدلو ثم فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي مع هيك احذروا من النفقات المتصاعدة بتعرف سهولة في أعمالك اليومية وفي الحصول على الأموال والأرباح في منكو رح يحصل على هدية أو على جائزة أو على تكريم أو على ثناء أو على إطراء أو على معلومات كان صعب أنه يحصلها بالفترة الماضية الفترة هاي مثمرة من الناحية المالية وبرضو على المستوى الشخصي برج الحوت ثقتكم بأنفسكم كبيرة وإنت اليوم أكثر نشاط حيوية من قبل بوسعكم السيطرة على زمام الأمور والدفع بمصالحكم تقضي فترة من الهدوء والسكينة والطمأنينة على المستوى النفسي ممكن تشعر بارتياح أو تحل مسألة كان صعب أنك تحلها بالفترة الماضية أو تحقق إنجازات كانت معطلة بالفترة الماضية رح تبرع في بعض الاتصالات والتواصل وحتى بالتقرب من الحبيب رح تكون ملفت للنظر للجنس الآخر بشكل كبير هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء